ينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايف من واشنطن جوردن جرائي السفير الأمريكي السابق في تونس ومن العاصمة تونس نجم الدين العكاري أعلامي تونسي أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سادة السفير الأمريكي السابق في تونس سيد جوردن نتحدث عن الموقف الأمريكي قياسا بهذه التطورات الحاصلة في تونس هل يعني الموقف الأمريكي أنها راضية على تحركات الرئيس قياسا سعيد؟ أريد أن أميز بين التصريحات العلنية والتي كانت صامتة في رأيي خاصة تصريحات قادمة من واشنطن وأيضا المناقشات الخاصة التي تجري وراء الستار والتي أعتقد أنها أكثر حدة من مما قاله السفير بلوم قبل لحظات والذي قال يجب أن تكون هناك عملية إصلاح في تونس تشمل أحزاب سياسية والنقابات والمجتمع المدني وهذا يشكل عملية مع الأسف مفقودة حتى الآن نعم نشارك أو نشرك الأستاذ نجم الدين العكاري الإعلامية التونسي في هذا النقاش في الخط الموازي الذي تسير عليه تونس بالنظر إلى الأزمة المتجددة أستاذ نجم الدين الخاصة بتحرك القضاة هل هناك أي بوادر لاستجابة لطلب المجلس الأعلى للقضاء والمنتسبين إليه بعدم الموافقة على أي تكليف من الرئيس سعيد القضاءات أو جزء كبير منهم وخاصة الجمعية التي تمثلهم دعت إلى وقفة احتجاجية غدا أمام محكمة النقذ بتونس وأيضا إلى إجراءات أخرى قامت بها في ندوة صحفية اليوم ومنها تأخير موعيد الجلسات خلال الفترة القادمة ريثما يتغير موقف رئيس الجمهورية من القطاع أيضا دعت القواعد التي كانت في المجلس القديم والتي تم تجديد ثقة فيها إلى عدم مباشرة عملها وأيضا إلى القضاءات القدامة المدعوون إلى تقديم ترشحاتهم لعضوية المجلس المؤقت إلى عدم القبول بهذا بين هذا وذاك وصل رئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى المؤقت بعد أن عاد موظفوه وكاتبه العام وبقية ترسانته إلى العمل منذ الأسبوع الماضي يريد مواصلة نفس هذا التمشي الذي كان اقترحه ولا يرى أنه يتدخل في القضاء إلى حد الآن لكل هذه الأسباب فإن الوضع ما زال كما هو عليه وأن الحراك الداخلي دون الجمعية ودون النقابة التي لم نرى لها أثرا في الفترة الأخيرة قل بين القضاءات وكأنهم تقبلوا الوضع السائد بصفة عامة عكس الجمعية التي ما زالت تحاول التعبئة وتحشيد ضد قرار رئيس الجمهورية لكن على الميدان لم يظهر أي جديد خلال الأيام القليلة الماضية ولا ربما يظهر ذلك خلال الفترة القريبة القادمة نعود لسادة السفير جوردان دراي هنا من واشنطن سادة السفير الحديث السفير الأمريكي الآن دونالد بلوم في تونس يعبر عن رغبة أمريكية في إصلاح بعض القطاعات لم يتطرق للقضاء برأيك لماذا التركيز على تلك القطاعات بعيدا عن القضاء أعتقد أن المسألة جاءت في إطار التغريدة التي وصفت اجتماعه الذي أجرى والذي تحدث فيه عن الحاجة وكما قلت التغريدة تحدثت عن الحاجة لعملية تشاورية شاملة أعتقد لو نظرت على تصريحات نيد برايس في 27 من يناير ثم 14 من فبراير وحدد فيها الموقف الأمريكي الواضح وهو عدم رضا الولايات المتحدة عن تجميد مجلس القضاء الأعلى نعم في المقابل سيد جوردن ما هي على الأقل أفاق أو دعنا نقول حدود المساعدة الأمريكية في التوفيق ما بين المتخصمين الآن في تونس أعتقد وكما يوحي سؤالك هناك حدود عملية على هذا ويجب أن تكون هناك حدود المسألة لا تخص الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي آخر ليقرر مستقبل تونس هذا يعود للشعب التونسي أنا كنت سفيرا هناك من 2009 حتى 2012 وحاولنا أن نوضح أن هناك عملية ندعمها عملية ديمقراطية ولكننا لم نكن لنختار الفائز هذا يعود للشعب التونسي ونفس المبدأ لا يزال موجودا حتى الآن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي صديق للشعب التونسي وهناك صداقة قديمة بيننا وازدادت عمقا منذ الثورة التي طردت بن علي من السلطة إذن هناك الكثير من النوايا الحسنة هنا في الولايات المتحدة تجاه تونس نريد أن نساعد ولكن هناك فرق بين المساعدة والتوجيه نعم ربما سيد جوردون نريد توضيح في نقطة القطاعات المذكورة في التغريدة تتحدث عن عملية إصلاح شاملة للنقابات والأحزاب السيئسية قد تكون مفهومة ربما لكن ماذا عن المجتمع المدني؟ ما الذي تقصده السفارة الأمريكية بذلك؟ المجتمع المدني يشير إلى تنوع من منظمات المجتمع المدني النشطة في تونس وهناك مجموعات مراقبة مجموعات خاصة بحقوق المرأة وهناك رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وهي أقدم منظمة حقوق إنسان في العالم العربي هناك تنوع عريض من منظمات المجتمع المدني والسبب وراء ذلك يعود وهذا بفضل الشعب التونسي أن هناك مجتمع مدني نشط وعندما ندعو إلى شملها في العملية التشاورية أعتقد أن السفير بلوم كان يؤكد على ما رأيناه في 2011 عندما إياد بن عشور قاد بمهارة منظمة الإسم تغير مع الوقت ولكن أذكر المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة وهذه المنظمة أصبحت تشمل 172 شخص من نطاق عريض من الخلفيات في تونس ونتيجة لجهوده وجهود الناس في اللجنة العملية الانتقالية من نظام بن علي إلى الانتخابات 23 من أكتوبر في 2011 هذه الانتخابات تمت وكان هناك عدد كبير من الناس وأصحاب الرؤى المختلفة بما في ذلك كان هناك موافقة وقبول واسع للانتخابات نعم شكرا سيد جوردن نعود إلى الأستاذ ناجدين العكاري هل هناك أي تفاعلات بخصوص حديث السفارة الأمريكية والسفير بلوم عن إصلاح يجب أن يتم ويشمل النقابات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني هناك بعض الرفض من عديد القوى السياسية ومن مكونات المجتمع المدني عن رفض للتدخل الأجنبي في القرار السيادي التونسي في الوضع الداخلي لتونس تكرر هذه المرة وأيضاً عند اجتماع سفراء الدول السبعة الكبرى عند حديثهم عن الوضع الداخلي وقد خرج عديد القياديون من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومن مكونات المجتمع المدني ومثلهم خاصة من المحامين للتنديد وعدم تدخل هذه القوى في الشائن الداخلي التونسي اليوم في الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد هذا اللقاء أصدر بلغاً قال فيه أنه يريد أن يقف أصدقاء تونس ومنهم الولايات المتحدة لدعم التجربة الاقتصادية ولإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وشدد على أن الحل يجب أن يكون تونسياً تونسياً دون أن يكون تدخل في الشأن التونسي وقال أن السفير تحدث أيضاً عن الدور المهم للاتحاد العام التونسي للشغل في البناء الجديد خاصة وأنه كان تحصل على جهزة نوبل للسلام سنة 2015 لتجة الحوار التي تم القيام به الحوار الوطني والذي أنجح تونس وأخرجها من أزمة بعد الاغتيالات السياسية لتنظيم انتخابات كانت وقتها مميزة سنة 2014 هذه الرؤاة هي التي تجلت بعد اللقاء وبعد تصريح السفير الأمريكي الذي لم يكن متوائماً وقريباً من ما كتبته المنظمة الشغيلة في صفحتها على الفيسبوك بعد اللقاء هناك رؤيتان أو هناك اختلاف حول وجهات النظر وحول ما دار في هذا الحديث الذي حضره اثنين من القيادات الجديدة في الاتحاد العام التونسي للشغل لكن الخلاصة أن أغلب التونسيين يرون أن المساعدة يجب أن تكون مليون المتحدة كدولة صديقة إلى تونس لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية لكن دون التدخل المباشر في الشأن الوطني شكراً جزيلاً لك سيدنا العكاري الأعلامي التونسي وأيضاً شكراً لسعادة السفير السابق الأمريكي في تونس سيد جوردون جاي كنت معنا من واشنطن شكراً جزيلاً لكم